اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعتكم الجديد اولا باول ما هي الامور التي ستتغير عند بلوغنا سن الثلاثين ان التقدم في العمر هو امر حتمي لا مفر منه وجميعنا سنعيش مراحله المصحوبة بالعديد من التغيرات ولسيما تلك الجسدية منها ومن بين تلك المراحل سنقوم بالحديث عن الامور التي سنلحظها مع بدايات بلوغنا للعقد الثالث وما الذي تعنيه كلمة امرأة او رجل ثلاثيني على مستوى التغير الجسدي بالنسبة للرجل ستطرأ عليك بعض التحولات التي لا بد ان تعلم عنها وسنقوم في هذا الفيديو باستعراض ابرزها اولا انخفاض مستوى الاداء الرياضي فالقدرة على بناء الكتلة العضلية لم تعد بنفس الكفاءة التي كانت عليها قبل سن الخامس والعشرين فالجسد لم يعد قادرا على ضخ الاكسجان الى العضلات مقارنة بالمستوى الذي كان عليه انذاك ثانيا تدني مستوى القدرة والاداء الجنسي عند بلوغك الثلاثين لن تعود قادرا على القيام بالامر كما اعتدت القيام به عندما كنت تبلغ العشرين نعم فالرغبة ما زالت موجودة وستظل كذلك لكن بدء انخفاض هرمون التستوستيرون في جسدك قد يجعل من امر ممارسة العلاقة بتلك الوتيرة والكفاءة التي اعتدت عليها ليس امرا سهلا ثالثا انخفاض مستوى الاستقلاب الغذائي الامر الذي قد يعني انك لن تعود قادرا على تناولي تلك الوجبات الضخمة وان يبقى وزنك بعدها على حاله لان التقدم في العمر يوازيه تقلص وانخفاض على مستوى القدرة في حرق الدهون وصرف السعرات الحرارية لذا نصيحتنا لك هي بان تكثر حينها من شرب الماء الدافئ لان من شأن ذلك تسريع عملية الاستقلاب وتحويل الغذاء الى طاقة رابعا ستفقد بعضا من المرونة واللياقة ان الجلوس على كرسي مكتبك يوما تلو الاخر سوف يساعد في تفاقم ذلك فقد اصبحت الان محدود النشاطات وقليلا ما تمارس تمارينك الرياضية كون المسئوليات الملقات على عاطقك قد ازدادت شيئا فشيئا واصبحت عائقا بينك وبين الرشاقة واللياقة اما بالنسبة للمتغيرات التي تطرأ على النساء فهذه هي الاشياء التي ستلاحظين تغيرها عند بلوغنا سن الثلاثين اولا الزيادة في الوزن سوف يصبح من الصعب المحافظة على وزن معين كما كان عليه الامر في سن العشرين وقد تلحظينا تقلص الكتلة العضلية عند قبل بسبب انخفاض مستويات الاستقلاب ايضا بالاضافة الى ان الضغط والتوتر في العمل قد يولد في داخلك ردود افعال تظهر على شكل افرازات هرمونية تدفع الجسد الى تخزين الدهون في المنطقة الوسطى ثانيا ازدياد الرغبة الجنسية لربما قد تظنين بان الرغبة والاقبال على الشريك سينخفضان اثناء التقدم في العمر لكن العلم والدراسات لهما رأي اخر فقد خلصت جميعها الى امر مفاده بان الرغبة الجنسية لدى النساء تصل الى ذروتها في عقد الثلاثين ثالثا الشعر الشائب لا يخفى على احد ظهور الشعر الشائب عند التقدم في العمر وجميعنا نتوقع ذلك لكن ما نحاول ايصاله لك هو الا تشعري بالقلق والمفاجأة عند رؤيتك لذلك الشائب قد ظهر في مناطق حساسة فهذا امر طبيعي وليس هناك مدعاة للخوف او القلق رابعا تدني مستوى الخصوبة ان درجات الخصوبة تبدأ بالهبوط ابتداء من عمر الثلاثين وكلما تقدمتي في العمر سيصبح امر الانجاب ونجاح عملية التخصيب اصعب منذ قبل لكن هذا الامر يعتمد على الرجل ايضا فيجب ان لا ننسى ان جودة السائل المنوي تستمر بالانخفاض بالتزامن مع تقدم العمر خامسا عدم انتظام الدورة الشهرية من المتوقع انه في منتصف عمر الثلاثين ستبدأ التغيرات في الدورة الشهرية واضحة للعيان والسبب هو بدء انخفاض معدلات الاستروجان والبروغسترون بشكل ملاحظ فستصبح تلك الدورات اقصر او اطول ولربما تتأخر او تأتي ابكر من المعتاد ولكن هذا لا يمنع من استشارة الطبيب للتأكد من انه ليس هناك سبب اخر اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو ولا تنسى دعمنا بتسجيل الاعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها اما اذا اردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة امامك الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة